السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم دال كرام تيفي نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير ان شاء الله اذا اليوم غادي نقدم معاكم جوج وصفات لي هما زوينين بدون لوحوم باشياء يعني هي بسيطة فقط بالخضر جوج شهيوات رائعين مختلفين على بعضهم انتم غادي نشوفوا معايا نفس المكونات ولكن شكل كل وحدة والشكل ديالها اذا احساجوا على بركة الله للخضر كيف كتشوفوا معايا اللي غادي نحكوها انا هنا عندي هاد الالة هادي اللي كان حك فيها وصبق لي ورساليكم قبل وجومي عليها بزاف الاسئلة من عند الاخوات اذا هادي غير واحد الروبو كنت شريسوا معها العجانة اذا هنا عندي العجانة معها بزاف البياس معها الطحانة معها الميكسور معها فكانت خسرت لي وخليتها فقط لتقطيع الخضر وراكين عندما للالات يعني هكذا يعني ادوات وآلات اللي سهلوا عليكم العمل وبقت منها اللي هي رخيصة اذا فهادي عندي سنوات هذه منيان يعني من الخضر كنحك فيها كل شيء الحكا كرغليضة رقيقة كل شيء كين فيها اذا فاعطيتكم هاد المعلومات لان كنجينا اسئلة كثيرة فاش كننخدم معاكم يعني هاد الالة وكنحك فيها الخضر اذا فكيف شفتوا عندي خيزة القرعة الخضراء الكورجيت وعندي كذلك البطاطا فكلهم قشرتهم وحكيتهم بحال هكذا اذا قشرت البطاطا وخيزة وحكيتهم والقرعة الخضراء القرعة الخضراء ما كان القشراش غير يكغسلها مزيان صافي دبا بعد ما حكيت الخضراء فغادي ندوز اللبصلة غادي قطع هالقطع صغيرة يعني سقطعها غير بالموس اشال الله هاي قطع اللي هي صغيرة وإلا عندكم هكذا شي روبو ولا شي حاجة ممكن تقطعوا فيه فنقطعتها هكذا الى قطع صغيرة ما كان حكوهاش مش مجيناش كل هميها اللبصلة كان قطعها فقط اذا فهانسو ما كتشوفوا معايا كيف كانت تخرج في هاد الروبو كجزوين رقيقة وناشفة صافي فاجمعت كل الشي الخضر اللي عندي كاملة كيف شتو يعني الوصفة اللي غادي تجي مليئة بالفوائد الغذائية كلها قضرة اذا دبا غادي نضيفو القصبرو مع النوس وكلنا كان عارفو الفوائد ديالو كيف كانت عارفو فالطبخ ديالي فانا كان كتر بزاف من القصبرو مع النوس كيعجبني المضاق ديالو كذلك لاناو مفيد جدا للدات درت تقريبا واحد الجوج معالق كبار ديال القصبرو مع النوس اضفت واحد جوج معالق ديال زيد السيتون درت الملح على حسب الكمية اللي عندي تقريبا درت واحد ملعقة صغيرة لانا الكمية ديال الخضر عندي كثيرة درت واحد نصف ملعقة صغيرة واكتر شوية ديال الفوفو الاسود اللي بزار كذلك درت واحد اكتر من نصف ملعقة ديال كامون ضروري ما نتبلوها باش كجلدية ده وزوينة في الماكلة ديالها درت شوية الفوفو الاحمر ولا تحميره وغاد ينضيف الجبن اي نوع من انواع الجبن عندكم ممكن يضيفوا الجبن الاحمر محكوك اضيفوا المدزاري لا اضيفوا اي نوع غيباش يددلينا هاد الخضر والجزوينة اللي ما بغاش يضيف الجبن ممكن انه يضيف شوية الكفتاح شوية طون اي حاجة بغيتو واللي سكتفيوا غيب الخضر بوحده ايضا الناره ماشي ضروري انكم ديروا هاد شي حرفيا كيف ما هو خدوا فكرة ونوعوا الاحساب يعني اذا كشيدي عندكم في البيت اذا فانا درت الجبن كتعجبني بزاف هكذا الديدة بالمضاق ديال الجبن فكيب قتلكم اللي عندو هكذا طريفات ديال الكفتاح واحد شوية واحد شوية ديال الكفتاح فممكن انه يخلطوا مع هاد الخضر اذا دابا غادي نضيفو ان شاء الله الدقيق ممكن نضيفو احتى القمح الكامي اللي ما بغيتو غير هي بدقيق الابيض كتجي احسن كتجي نفش فشاو من فوخا وزويو نفل المضاق ديالها اذا شي مرات كنخلط القمح الكامل مع الدقيق الابيض اذا دابا احدا يا الدقيق الابيض فغادي ندير منو يلا كنت دورت بيه الحريرة فكيب كتسعرفو اه شهيوات رمضان فهات شهيوات اللي غادي نوججوج بهم يعني غادي عمروا لطوي بلاد الفطور وغادي جو زوينين وصحيين بالخضر اذا بالنسبة للدقيق الابيض غادي تضيفو الكمية اللي غادي تجمع لكم الخضر اذا غادي نبقا ونضيفو حتى تجمع لنا الخضر واللي بالامكان اننا نعجنوها بحال هكذا فاس قريبا غادي ندير واحد الملاعق اه ربعات قريبا ربعات المعالق كبار ديال الدقيق ربعات حتى الخمسة صافي من بعد غادي نجيبو طاوة ديال الفرن انا كنت يا الله طيبت فيها يا مازال محطوط فيها ورق الطبخ فغادي ندير فيه هو نيس يعني بقي جديد عالطيبت فيه دابا اه كنناخدو الخليط ديالنا ديال الخضر كنكوروه بحال هكذا كنكوروه كويرات شوية كبار وكنحطوهم بحال هكذا اذا هنه غادي نوريكم جوج طرق باش يمكن لكم انكم تخدموها سهلة مهلا فهدل اثناء انا مشاء على الفرن وديراه يسخن يعني على اه درجة حرارات قريبا ندرتو واحد مئتين درجة ملتحت ومن الفوق باش ندخلي هاد الخضرات ديالنا هو سخون مزيان فكن ناخدو واحد الكأس يعني مكينتاشي اه ما كينش عماش حاجة اللي غادي سعدبنا فمباشرة كنناخدو واحد الكأس وكنقيسو هكذا ديك الكويرات ديالنا فكتتسرح لنا كاملة ممكن كدلك إلا بغيتو هاد جيه هكذا غارقة مفتوحة من داخل وطلعها مجلاب فديرو كويس لي هو سخن من هداك واسرحو به صافية فأدخلت هالفرن إذا دخلت هالفرن واسخون مزيان مزيان ملتحته من الفوق دخلتها وخليت عليها العافية ملتحته من الفوق أنا بالنسبة له عندي هنالي فرن كهربائي ونثم الفرن كيفاش يطيب لكم يعني انتم تعرفو الطريقة باش يتطيبه أنا هنالك يفقوت لكم وخليت عليا العافية ملتحته من الفوق ودرتها في الوسط فكد الطيبه وكدتتحمر وغالي نوريها لكم هنا بالنسبة للخضر اللي باقية ديه فاكيش تودرت واحد الكمية ديه كتير يعني غندير بعجوش وصفات زتعلية ثلاثة البيضات ديك الخضر زتعلية ثلاثة البيضات غن ناخدو واحد المقيلة ندلو فيها واحد القطيرات الزيت ولا الزبدة اللي بغيتو ممكن ندلو فيها شوية زبدة ندهنوها مزيه بحال غادي ندهنو الطاوة ديه الكيك صافوا نفرشو فيها مباشرة ننزلو فيها الخالد ديهنا كامل ونسرحو بحال هكده إلا بغيتوها الطيب ليكم بشكل أسرع ويجي زوينا يعني أكتر فمن الأفضل تاخدو مقلات لي هي كبيرة شوية يعني باش ما يجيش السمك ديالها عالي فشحل ما جا ترقيقاش شوية شحل ما كتجي طيبة مزيان مزيان ودخلها الطياب وما كتكلفكم شوقت بسرعة كتسوجد إذا هنه نخليسها فوق النار مهم خليسها حتى بانت ليه مزيان أنها تحمرة اسم الجناب كيف كتشوفو عاد خليسوا واحد الصح نقلب سبهات الشكل يشفتوا معايا وغادي نعود رجعها للمقلة ممكن أنكم تعودوا الدهنوها بجيكم حتى الجيها الخرم حمرة وممكن تحطوها بلدين يعني غير تنقصوا عليها النار ورا غادي يطيب لكم بالنسبة النار على المقيلة فكن نقصها كنقصها مزيان وكنغطي عليها ضروري من الغيطاء باش تطيب من الداخل يعني ماشي غيت تحمر لي نوس بقى خضراء من الداخل صافي فكنغطي وكنخلي حتى كتتحمر مزيان على كاقل بالجيها الخرم اذا بالنسبة الخضراء ديالنا اللي ادخلنا للفرن فهيا بعد ما تحمرات مزيان 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 من جهاتين من الاسفل ومن الفوق كتشوفوا يعني كيولي هاد اللون ديالها الدهبي كاسولي مقار مشاو زوينا فكنناخدو هكدا شوية للطون واحد العلبة ديال الطونة يعني اي حاجة بغيسو ديال زيسو صفيوها ولا ديال صلصة الطماطم فانا كتعجبني هنا ديال صلصة الطماطم غادي نديرها بدي كلاسو صومات ديالها فغا جي من السماء غيجيوا على شكل بيتزا كي حمقوا في الماضاق زوينين يعني بدون عاجين زوينين وصحيين بالخضر سوفي غا نستمر هكدا حتى نكمل هديك العلبة اللي عندي كل وحدة كنحط فيها هكدا واحد شوية ديالطون وكيف قلت لكم ممكن انكم ديروا فيها اي حاجة بغيتو ممكن ديروا شوية ديالكفتة يعني مش حرة في المقيلة ممكن ديروا اي شيء بغيتو كيبقى عندكم اختيار حسب دك شي لي عندكم توفر في المطبخ ونديروا هكدا واحد شوية الفروماج الاحمر يلا بغيتو هكدا تجيب حلب بيتزا في شكل ديالها وحتف الماضاق ممكن ترشو حتى شوية زعتر هكدا الفوق يلا بغيتو صافي دبارها طيبة كاملة احتشي حاجة فيما كتحتاج للطياب فالفرن بقي سخون غادي غي ندخلها لحظة يعني غي باش يدو الفروماج غي ندخلها ونخرجها دقيقة جوج دقيق فقط ما نفوسهاش فيها باش ما يطيبش لنا يعني هاد الفروماج وهاد الشي عبقى كل شي محتفظ بالنكها ديالو يبقى زوين غي يدوب لنا واحد شوية يسيحها هكدا فوق ديك الخضيره ونحيده فكا جيزوين ها الى اللي دقها يحمق عليها صغر ونكبر وبمكونات كيف تشمعيه اللي هي بسيطة وحسن الف مرة من العجائن والمعجنات في الطاولة ديالنا فاللابات ديالها اللي هي مجرد خضر اخضيره متنوعة وشكيل ديالها كيجي غزال والمدق ولا اروع اذا صافينا غادي ندخلها للفورن كيف قلت لكم واحد دقيقة جوج دقيق ونعود نخرجها وهانتو ما معايا حتى تشوفوا من بعد ما كتتعلق بادك فروماج وفي هاد الاتناء راه المقيلة ديالنا مغطي عليها ولكطيب لنا الخضيره اللي درت في المقيلة ديك التورطية بالخضر هانتو ما بيت زات راهما في الفران والتورطية ديالنا ها هي فكرق بها مرة مرة يلا تحرق لينا فهانتو ممكن لقيتها بحالها كده غادي نزيدها واحد شوية حتى تتحمر كتر غادي نعود ردها للمقيلة كل ما تحم راسم ازيان من الخارج على هاد النار اللي هي مهيلة كل ما طبس من الداخل بشكل افضل انا رديتها هانا طفيت الفرن على هاد البيت زات الفرديين ديال الحضر وكان حيدهم بحال هكده شوفوا معايا كي جاو رائعين زونين بزاف بزاف وصحيين اذا دا بادي انو باقين سخان بزاف يعني باقين طريين فكنهزوهم غيب شوية اذا خلصوا واحد شوية يدفعوا رغبوا احدهم كي يطلعوا يعني كي يتهزو لكم بكل سهولة انا دا باكيف كتشوفوا باقين سخان باقين طريين بزاف روطب يعني ما مغيتش هكذا الفرصية اليهم مش ما يتقطعوش ليه فهدا هو شكيل ديالهم وبالنسبة لطورطية ديالنا شوفوا معايا حسايا شكيل ديالها فكي يجيزوين شهوة منو انا نوريكم يعني زين اللي درت ليها فحيتها من فوق النار وزينتها به هالشكل経ديين نشوفوا معايا كانوا اليوم هدو همش هيواتنا اللي وجدنا الفطور طبعا مع حويجة صخريين يعني الحريرة المغربية وغيرها من الاشياء ولكن اهم حاجة فيها الخدر اليوم عيوة طويجين والشي حاجة هكذا فالخدر علنا هي هدي طرطية ديال الخضر وبالذات فرضيين ديال الخضر فجوزويني شهوه منهم حتى ما كيكوش الخضر يعني الاطفال فكلوهم بحب يعني هما قلبوا عليهم وعجبوهم بزاف فكيجو احسن بكتير من اللبات ليكتكون ديال يعني ديال لجينة اذا هما ورسوا لكم من الجهتين انا غادي نوريكم الطرطية ديال نحسة هي اذا كان هذا هو فيديو اليوم نتمنى ان شاء الله يكون اعجبكم وتجربوا هاد الوصفات في البيوت ديالكم واذا اعجبكم ما تنسوش كيف العدد الدعم ونا تخليوا من الاعجاب ديالكم وكذلك تبرتجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب السعوم الفائدة باذن الله ولكنت اول مرة تدروا القناة ما تنسوش تشاركوا معنا وتخليوا من ان شاء الله تعليق ديالكم شكرا جزيلا على وفائكم دمتم في امان الله السلام عليكم